ونسه بنكمل فقراتنا وآخر فقرة معنا وقلنا لكم في أول اليوم أن احنا خلونا نعرف كده إيه اللي حصل مبارح مين اللي نزل ومين اللي منزلش مبارح المليونية مليونية 18 نوفمبر المطلب الوحيد اسمها فيه ناس كانت نزلة للمحاكمات العسكرية مجموعة تانية نزلة لتسليم السلطة بشكل سريع وفيه أيام وتواريخ مختلفة بتطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة لسلطة مدنية في أسرع وقت وناس ثانية نزلة رفضة تماما وثيقة السلمي وثيقة المبادئ الأساسية الدستورية ناس عايزها تبقى استرشادية ناس مختلفة على بعض المواد ناس مش عايزها خالص تفاصيل كتيرة خلونا نعرف رؤية ضفنة لما حدث مبارح ونشوف كده اليومين اللي جايين دول إيه اللي هيحصل ومتوقعين إيه بشرفنا يكون معنا أستاذ فريد زهران وهو عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نهارك سعيد يا فانت هاي كنت موجود في مدان التحرير مبارح؟ أنا ألقيت ناظر أولا ألقيت ناظر أولا حي ممكن تقولي شفت إيه يعني ناظرة حضرتك ووريت لك إيه؟ شفت اللي أنا كنت متوقعه يعني إحنا كنا نتوقع إنه 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 هذه المليونية المليونية هي نوع من الحشد والسعرات القوى لجماعات الإسلام السياسي على اختلافها قبيل الانتخابات ربما للخدمة أو للتخديم على المعركة الانتخابية البرلمانية القوام الرئيسة الذي يشارك هو قوام الجماعات الإسلام السياسي على اختلافها ما أشارتي إليه من مشاركة بعض القوى الأخرى سواء مجموعة للمحكمات العسكرية أو غيره كان وجودهم منسوبا لوجود جماعات الإسلام السياسي وجود محدود جدا ولم يطفي على الميدان أي طابع الوجود الخاص بجماعات الإسلام السياسية التي أطفت على الميدان طابعه العام اللي هو طابع قندهاري بصفة عامة وإن كان فيه اختلاف برضو إن الشعرات الدينية ما كانتش معلنة قوي من أول اليوم طابع قندهاري مستفيدا من تجربة قندهاري الأولى بإنه مخففه من غلواء المظاهر القندهارية لكن في النهاية هو طابع قندهاري وغير صحيح أن الأمر يتعلق بوسيقى السلمي بالتحديد برضو والأمر يتعلق بما هو أعمق من ذلك الأمر يتعلق بأن قوى الإسلام السياسي على اختلافها ترفض من حيث المبدأ فكرة وسيقى مبادئ الدسترات ومن ثم هم نزلوا لسببين لإعلان رفضهم لهذا بعد عنعياتهم الحيال في رفض جزئي هنا أو هناك سما تكشف الأمر عنهم رفضين المبدأ فهما في الأول أصلا رفضوا أبما وثيقة تتعمل كم فيه تصفات سريحة لا يعني الأمر الذي ظهر للرأي العام أنه لما طلعت مسودة الأولى لوثيقة السلمي فهم قالوا أصل المادة التسعة أصل المادة العاشرة فلما هذه الموادة تعدلت أصروا فبدل يعني بان الأمر انكشف أن القصة مش قصة بند هنا أو بند هناك القصة قصة رفض الوثيقة من حيث المبدأ ولماذا يرفضون الوثيقة من حيث المبدأ؟ لأنهم يرفضون التوافق الوطن العام في مشكلة حقيقية في الموضوع ده أننا قلت مرارا وتكرارا أننا كقوة ديمقراطية في مصر كقوة وطنية وديمقراطية بالناشر للإخوان المسلمين وقوة الإسلام السياسي أنهم ينضموا أو يصفوا مع التوافق الوطن العام حاجة غير مفهومة وغير منطقية أن يخرج الإخوان والقوة الإسلام السياسي إلى هذا الحد عن التوافق الوطن العام أحنا فاكرين كويس أن في 25 يناير في الأيام الأولى للثورة كانت مشاركة الإخوان محدودة وعلى استحياء ثم شاركوا بعد ذلك بقدر عالي من الحماس والفاعلية المشهد العام في مدنة التحرير بعد بضعة أيام من اندراع الثورة كان مشهد توافقي ووطني كان فيه ناس من قوة اجتماعية مختلفة كان فيه ناس من قوة إساسية مختلفة كان فيه ناس من فئات وطواقف مختلفة المشهد العام ده احنا كنا من أنصار الحفاظ عليه عبرة بناء توافق وطني عام أنا أذكر في هذا الصدد أن كان الإخوان المسلمين بيهتفوا معنا بكل حماس وحرارة في أيام الثورة لا دينية ولا طائفية عايزين دولة مدنية وكان كلمة مدنية هنا بتعكس هذا التنوع أنه فيه سلفيين وفيه إخوان أنه فيه متدينين متشددين وفيه متدينين معتدلين أنه فيه سنة وفيه شيعة أنه فيه مسيحيين ومسلمين فيه مسيحيين بروسانت ومسيحيين أرثوديوكس أنه فيه أغنية وفيه فقرة هذا التنوع كان بيعكسه كلمة مدنية الدول لأنه المدنية المقصودة هنا هي عدم التمييز المساوقة مع القانون كلنا مواطنين كلنا نفس الحقوق كلنا علينا نفس الواجبات المعنى ده كان الإخوان بيهتفوا معنا تأكيدا له لا دينية ولا طائفية عايزين دولة مدنية فجأة مع مرور الوقت بدأ الإخوان يخرجوا عن هذا الإجماع الوطني بدأوا يبقوا ليهم أجندة خاصة بيهم مطالبات خاصة بيهم حتى لما نزلنا قبل كده في أحد الجمع يعني جمع القندهار نفسها كان فيه نقاش صدق لها بأنه نعمل الشعرات الموحدة زي شعار المطالب موحدة زي مطالب الخاصة مثلا بتعويض أسر الشهداء أو مشابه وكان الإخوان والسلفين بيتفعوا على هذا معنا وبعلينا لما نزلنا في جمع القندهار لأنهم رفعوا شعارات دينية إلى آخر فأنا كل اللي عايز أقوله في هذا الصدر إن احنا المشهد العام أمس وتكرار لجمع القندهار السابقة في عام ٢٩ وهي تفيد أو تؤكد على أن الإخوان لا يرغبون لا يريدون التوافق الوطني العام وثيقة المبادئ الدستورية ليست وثيقة ضد طيار سياسي معين بالعكس هي وثيقة تحمل يعني الغرض من هذه على فكرة أنا لا أتحدثنا عن مشودة السلمي مشودة السلمي إحنا كعزب أصدرنا بيان رفضناها بأقصى درجات الرفض السياسي قلنا فيها في عنوانها لا للدولة الدينية لا للدولة العسكرية وشرحنا إننا لا نريد استبدال دولة الدينية بدولة عسكرية وشرحنا إننا مش مضطرين للاختيار بين دولة الدينية ودولة عسكرية ومن ثم رفضنا المادة التسعة علشان إحنا راغبين في إن إحنا نطمن الأطراف المختلفة في العملية السياسية لإن إحنا بصدد بناء دستور يبني طوافق وطن عام الأطراف الإسلام السياسي مفروض إنها خايفة ليجي لبراليين كأغلبية في البرلمان مثلا ويشكلوا لجنة أساسية طرح دستور يلغي المادة التانية من الدستور فنحن حريصين على إن نؤكد في وثيقة المبادئ الدستورية على تمسكنا وتمسك كل ألوان بالمادة التانية بأطياف الشعب المصري وكل قوى بالمادة التانية من الدستور القوى الديمقراطية والمدينية والليبرالية واليسارية على اختلافها عندها تخوفات من أن يؤدي وصول من يؤدي حصول قوى الإسلام السياسي على الأغلبية برلمانية في حال حدوث هذا إلى تشكيل لجنة تضع الدستور يعني تضع فيه ألغام في اتجاه التمييز أو عدم إرساء قواعد الموطنة أو عدم المساومة بقانون أو مشابه فعايزة ضمانات في هذا الاتجاه إذن وثيقة المبادئ الدستورية الغرب منها هو إرسال تطمينات إلى الفرقات تطمينات إلى أطراف العملية السياسية بحيث أن احنا نقول أنه الدستور القادم بإذن الله لن يخرج عن هذه المبادئ اللي بتضمن من زاوية هوية الدولة وفقا للاتجاه العام للوسطية الإسلامية للشعب المصري والوسطية الدينية من خلال المتعرف عليها في العالم كله اللي هي المساومة من قانون المواطنة عدم التمييز إلى آخر لو نجحنا من خلال هذه الموثيقة في بناء دستور بهذا الشكل معناه أن احنا بندعم التوافق الوطن العام البديل هو أن احنا يكون عندنا تخوفات متبادلة من أن يصل طرف من الأطراف العملية السياسية إلى أغلبية برلمانية ما ويشكل لجنة على هواه ويضع دستور على هواه بما يعمق الفرقة الحالية اللي بيسر عليها الإخوان مرتين يعني القوى الإسلامي السياسي مرتين جمعة قندهر والجمعة دي أول جمعة تحصل ليست موضع توفق قطن العام وده أمر في منتال خطورة وعلى الإخوان أن يعيدوا النظر في تصرفاتهم لأن هذا أمر في منتال خطورة لن ينجح الإخوان في الانفراد بالحكم في مصر لمنوضوع في منتال خطورة الإخوان مش هيصحوا منهم الصبح يلاقوا القوى الديمقراطية اختفت وهم لا تقتلهم بأنهم يحلموا بأنهم هيعملوا نظام سياسي استبدادي يمكنهم مثلا من زبح أو نفي أو اقصاء كل هذه القوة لأن هذه نحن لا نتحدث هنا عن قوة المشيئة في المجتمع القوى الديمقراطية القوى الرغبة في المنصر أمام القانون القوى الرغبة في المواطنة القوى الرغبة في عدم التبنيز أمام القانون دي قوة كبيرة في المجتمع المصر على الإخوان أن يعني يتأكدوا من أنه من الصعبة لأي من أطراف العملية السياسية أن يقصي طرفا علينا نتعيز طيب خليني أقول لحدك من ضمن الكلام اللي بيتقال على مليونية مبارح هل التساؤل هو هل الإسلاميين أو الإسلام السياسي كما أطلقت عليه هو حق أرادوا به بطل بمعنى أنه اللي كان معلن واللي على أساسه نزل مجموعة من الشباب أو مجموعة من المتظاهرين في مليونية مبارح اللي هم مش بالضرورة يبقوا تابعين للترات الإسلامية المختلفة كانوا نزلين أنه كان اسم المليونية المطلب الوحيد أو المطلب الواحد وهو أنه تبقى دولة مدنية وتسليم السلطة وده مطلب عند كل الناس ولكن فعليا في جوة الحدوتة الكلام اللي حتك بتقوله اللي يعلقى بوثيقة د. علي السلمي فبالتالي هل هم لغاية دلوقتي قادرين هم أولا يحشدوا ثانيا قادرين يتحكوا حتى على المجموعة من القوى السياسية المختلفة أو قادرين لعبوا بالكلام يعني يتحكوا علينا وننزل أنا لم أرى أي إعلان يتضمن تأكيد على مدنية الدولة بالعكس ومرافضوا مدنية الدولة الأول مرة بوضوح في خلال الأيام القليلة الماضية يعني هم كانوا لغاية وقت قريب بيعملوا مناورات وفقا لما هو معلن على الأقل لا يوجد ما يفيد بأن المجلس العسكري سيستمر في السلطة يعني يا القصة هي إمتى يسلم السلطة وإيه الجدول الزمني الجدول الزمني اللي احنا عايشون في ظله والأطال فترة الحكم المجلس العسكري وضعوا الإخوان لما قالوا نعم لما ربنا قوله نعم لأ لما قالوا اتخابات البرمانية أولا صحيح أنا بس أريد أن أذكر الجميع بأنه الوقت الذي يعني إستغرقته اللجنة التي وضعت التعدلات الدستورية كان هو نفس الوقت الذي يمكن فيه أن نضع دستور كامل فقط كان كل المطلوب أن احنا نوسع هذه اللجنة نجعلها أكثر تمثيلا لكون تنوعا السياسية والفكرية والاجتماعية وفي مرص سبّ هذه اللجنة تضع دستور نستفتع زي ما وضع التعدلات الدستورية لجنةibenما وضع التعدلات الدستورية السلطين عليه كان ممكن لجنة أوسعة شوية تضع دستور كامل نستفت عليه كنا خلصنا من مسألة البنية التحتية كنا خلصنا من مسألة الأساس الذي يمكن البناء عليه اللي هو الدستور وثم دخلنا في انتخابات برلمانية وانتخابات رئيسية كان زماننا خلصنا القصة دي كلها في غضون تلت شهور من دلوقتي يعني كنا خدنا كنا عملنا مجلس شعب وشورة نهائي مش هلحتاج نعمله تاني بعد الدستور إذن مرة الذي أطاله هذه المرحلة لجنة كان فيها صبحي صالح وطريق بشري اللي هم طريق بشري قريب الصلاة بالإخوان وصبحي صالح إخوان وهم اللي عملوا فكرة التعدلات الدستورية وأوحوا بها وعملوها في هذه الحدود وهم اللي عملوا فكرة الانتخابات البرلمانية الانتخابات البرلمانية أولا وإطالة الأمد على هذا النحو لم يكن صنيعا تقوى الديمقراطية بالعكس قوى الإسلام السياسية التي فرضت علينا إطالة فترة المرحلة الانتقالية واستمرار حكم المجلس العسكري إلى هذا الحد وأنا متصور أن ده ما كانش يعني ما كانش قلة خبرة يعني ممكن بعض الناس تقول قلة خبرة من المجلس العسكري احتمال لكن قلة خبرة من الإخوان يعني الإخوان هم الطرف المسؤول عن إطالة الفترة الانتقالية لو أننا منذ البد بدأنا بالدستور ثم انتخابات البرلمانية كممكن تتم من شهر أو شهر يعني وعلى نفس الغرار يعني إيه ناقش قانون الغدر للوقت قانون الغدر كمسؤول ناقش من ثلاث شهور يعني إيه ناقش حتى وثيقة مبادئ الدستورية دلوقت إحنا بعملناش دستور واخترنا أن إحنا نبدأ بالانتخابات البرلمانية ماشي مانا الذي اخترح بالتحديد وثيقة مبادئ الدستورية إحنا كنا في لحظة معينة عملين نلح في المطالبة بالدستور أولا فالإخوان اقترحوا في أحد الجلفات وهناك شهور كثر على ذلك اقترحوا أن إحنا يعني بديلا عن فكرة الدستور أولا نعمل المبادئ حكما للدستور أو مبادئ فوق الدستور إخوانا الذين اقترحوا فقبلنا نحن وتخلينا عن شعار الدستور أولا لما أصبح موضوع المبادئ الدستورية جد جد وبدأنا في خطوات عملية بدأ الإخوان يتكلموا حوالين أنهما رفضين المبادئ الدستورية وهذا التفاف على أراضي الشعب وهنا متكلم عن مبادئ الدستورية نتوافق عليها جميعا أي التفاف على أراضي الشعب نتحدث يعني هم ما بتتكلمش عن وثيقة مبالية الدستورية وهنا بقالك يتوافق عليها بعض الأطراف السياسية بتتكلم عن وثيقة مبالية الدستورية نتوافق عليها جميعا القوة التي ترفض هذا التوافق وكل مرة بحجة جديدة أنا آخر حجة كنا قرينها رفضة لوثيقة السلمي المادة التسعة والمادة العشرة ماشي ما احنا قلنا هنقضى التناعش فيها اتغيره او هنتناعش فيها طب بعد ما اتغيره فجأت أنا في الصحف من يومين ان بدأ الكلام في الاجتماع المصغر اللي بين قوى الاسلام السياسي وبين عصام الشرف ان الكلام عن ايه الغاء مدنية الدولة كمان بالغاء لفظ مدني طب أنا بعمل وثيقة ليه اذا ما يكون هناك ضمانات خاصة بمدنية الدولة او هنا ما تبقاش استرشادية البديل التاني واسترشادية باي معنى هو كلمة مترشادية معناها غير ملزمة يعني انا برضو بموضوع في منطقة الخطورة يقولك احنا مش عايزين وثيقة ملزمة احنا عايزين وثيقة استرشادية يعني انا حاطت التعبيرين قدام بعض يعني انا بمضي على وثيقة وبقى اعلن في نفس الوقت اننا مش ملتزم بي اننا مش ملتزم بي يعني انا توقيع انا متصور الناس التجار في السوق بيتعبلوا بالكلمة اللي بيوقع شيك بيتحبس ده توقيع لكن بيحبس البني ادب اذا السؤال اللي ما تروح بإلحاح هو هلأ احنا فعلا بنتكلم عن مناورات لفظية ولا قوة السياسية مسؤولة عن مصير بلد لا بس كمان يعني انطرح من الاشتراك في سانم اشتراك في سانم اشتراك في سانم اشتراك في سانم اشتراك في منطق قد اوغة مستعود